مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي مهي هاد الفكرة هاد الفكرة ان الناس جربوا واحد القادية واحد دواء اللي كي تعطف السبيطار مجاني هو دواء بشري وكيستعملوه الناس كتحصين الاراني هاد دواء شنو هو؟ وهو دي الكينة دي الولادة اللي كي يديوها للعيالات يعني النساء كيديوها من السبيطار يعني باش ميولدوش كيستعملوا واحد الكينة اللي كتكون على هاد الشكل تعال ان هادا هاد كنتستعمل هاد الدواء هادا هادا هادي كتتعطف تطل فيها كل بكيات فلاتة هادي اللي كيكون فيها الايام بلا شك راكم عارفينها انتو ما كيكون فيها الايام أنتما لاندي مردي مرخودي أنتما تكون مرقمة كتستعملها في المرأة لحسب الولادة هذه الأسماء مختلفة كيلي كتشرى هذه كتعطاء مجانا أنتما كتشوفوا هنا أنتردي ألافونت ممنوع أنها تتباع ممنوع أن تتباع هذه كتعطاء يعني دعم كدعم من الدولة وكين الأسماء مختلفة ماشي كينة غير هذه أرى الندبة الناس واش جربوا واش ما نعرف قالوا بيلي هدا عبارة عن تحصين وإحنا دبرة في الشهر اللي غديدخل فيه الشهر الجاي خاصكم تكونوا محصنين خاصة في 15 يوم اللولة علاش لأن الأمراض للتصمم الدموي فقط كتكون كتكون إما في شهر 3 ولا شهر 6 ولا شهر 9 الناس كيقلبوا على حلول على بدائل أنهو ما يشريوش ليبرة وما يحصنوش الأراني بديانو ليبرة كينة معروفة هنا في المنطقة دياننا هي كينة بخافهاك أنا دي ما كان عدر على هذه الليبرة حصنو الأراني بديانكم وخليكم تخرباق هذا نقع الناس اللي استعملوا هادو هاد هاد دوا هادا سمورها واقع هاد العام ما جاوش الأمراض بزاف عليها رهم كيصحبوا باللي هاد دوا رهولي صالح يعني الدوا ديان ديال 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 منع الحمل كيشدوه وكيديرون لهم في الماء كيدقوه كيديرون في المهراز وكيدقوه وكيديرون هم في الماء وكيقول قاد يشربوا منه صافرة ما قادش يجي الهم هاد دوا ما عندو باب بعيد بالبعد على تربية الأراني إذن اه لا 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 الطريقة الصحيحة وهي ممكن انكم تعطيو يعني ذاك الليبرة تعطيو هالدقوة الارانيو ديالكم كيني بخافاك الناس اللي ما عندهمش الامكانيات وما بغي ما عندهمش بزاف ديالة الاراني ممكن انهم يمشوا عندشي فرماسيان احنا عندي واحد فرماسيان كانت تعامل معاه كيعطيني بالديطاي يعني ممكن ان هذا يعطيني سنتيم بتسعة دران انا كيحسب لي بتسعة دران كي الناس كيحسبو لهم بعشرة درام تسعة درام مزيانة تسعة درام انك تحصن الارانيو ديالك لمدة سانة تخيلوا انكم غادي تحصنوا الارانيو ديالكم لمدة سانة بتسعة درام اما هاد الشي اللي الناس رامك يقلبوا على شي بدائي لانهم ميشيروش الدوا كنقول لهم بلا را غي را باقي مجوش الامر اما هاد الدوا هادا را مخدامش راني مشيت وصولت وبحت يعني ماشي انا كنحارب هاد الناس هادو ولكن راني صولت وبحت يعني وبيلت هالواحد الصديق عندي بيطاري ماشي واحد ولا جوج راني صولت الناس بززر كلهم اول حاجة كيقولوها وانهم كيدا حكو بعدك كيقول لك ما يمكنش ان هاد الدوا هادا غادي اصلاح لشي حاجة بتربية الاراني هذا الدوا بعيدة ماشي ماشي تحصين ماشي شي حاجة فيروسية ماشي تهم غادي يمنعشي شي تسمم دموي ولا غادي يسموني ينعشي حاجة لا هذا الناس جهل أنك نعتبر الجهل حاولوا أنكم تحصنوا آرانيب ديالكم بطريقة يعني بالعقل وإن شاء الله غادي يقول الخير حاولوا في هالليامات حصنوا بعد آرانيب ديالكم لأن ذيك اللي برد يلا تسموم الدموي المفعود ديالها ما كيبدأ إلا بعد 15 يوم يعني يخسكم تكونوا حصنتوا في 15 شهر لي فات ولكن رأى باقي الوقت في هاللقيتة هادي حصنوا آرانيب ديالكم ما تخليهمش بلا تحصين ضد التسموم الدموي يعني ما تخليوش آرانيب ديالكم بلا تحصين هذه النصيحة اللي أعطيها لكم هات تخربيقوا حالكا بتقوش جيبوا واحد دواء ودقوه بالمهلاز وسعطيه والآرانيب ديالكم رأى فكرة خاطئة أمئة بالمئة ديال الحلقة ديالنا هي هادي اللهم إني قد بلغت أنا قبل ما كان يعني ندير شي فيديو كنحاول أنا نبحث تبحث باللي هاد الدواء هادا واش صالح قال لك رأى الناس رأى هاداك جهل هبارة عن جهل وصف إذا الحلقة ديالنا هي هادي ما تنسونا تبجي رجام تكيولا زي رجام باش تساندوني قال نعطيكم أفكار يعني لمواضيع الساعة إن شاء الله شاركوا معنا تكيولا زر جيم تكيولا زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا لك شكرا لك